هل يجوز الانفراج بالخطيبة علما يقول بأننا منتزمين والحمد لله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لكن الحمد لله عندما نجلس مع بعضنا البعض معنا الأسرة سواء من أسرة أو أسرتها ولم نفكر في شيء بل في جلستنا وحديثنا معها أريدونا بذلك المرأة المخطوبة شغير المخطوبة في النظر إليها والتحدث إليها وجلوس معها أي أن ذلك حرام على الإنسان إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها وإذا كان الرسول يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته والتحدث إليها فليعقد النكاح فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها وأن يخلو بها وأن يتمتع بالنظر إليها وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته فأما أن ينفرز بالمخطوبة ويقول أنه ملتزم وهذا ملتزمه فإن هذا من غرور الشيطان وخداعه لأن الإنسان مهما بلأ في العثة لا يخلو من مساحبة الشيطان إذا أخذ بالمرأة لا فيما وأنها مخطوبته وأنه يعتقد أنه بعد أيام قلائر تحل له فإن الشيطان يزل من أدم الجردم وخلاصة القول أنه يحل على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف أو يخلو بها في مكان أو يحملها في السيارة فيه وحده أو تجلس معه ومع أهله وهي كاشفة الوجه لا